اللي هي المشاكل اليومية المشاكل اليومية الحياتية في حاجات المفروض نفوتها وفي حاجات ما نفوتها صحيح هقولك على حاجة يعني مثلا احنا ساعات كرجالة بنفوت ان ساعات المطبخ ما بيبقاش نظيف قوي ما بيبقاش مثلا الهدوم الهدوم انا المفروض ألبس القمص النهاردة فلسه ما تغسلش ما تكواش التلفونات كتير تكلم كتير في التلفون بتوعد على السوشيال ميديا كتير فدي تفاصيل ممكن ممكن أفوتها لا معلش ثانية واحدة يعني انت دخلت فلاقيت المطبخ مش نظيف فانت متدايق يعني طب ما تساعدني حبيبي ماشي ما هانا برضو مش بعشرين ايه ما احنا بنساعد وعندي عيلين وعندي تمارين وعندي مذاكرة ما تساعدني من كده هو بيفوت طيب ما نبقول لك انا شعزك تفوت انا عايزك تساعدني ما هو عنده اختيار من الاتنين بقى افوت واساعدك واسكت ما هو عنده اختيار من الاتنين يا يساعدك ويفوت يا يفوت وما يعلقش خالص وانا لو ما اشتغلتش فوتيلي لان ممكن انت متعرفيش انا يعني ما تجيش بقى انا بتخاني ما تجيش تقولي تطلع لي المطبخ اللي مش بتروك لا ما انا بفوت ما هو بيقولك انا بفوت في الحاجات دي انا بقل لك بفوت وانا في رجالة بتفوت في الحاجات دي ببصوا الدراسة دي بقى اه دراسة دي ظريفة الدراسة كندية عملتها جامعة تراندو بتقول لك إيه؟ دراسة تعملت 323 شخص من الجنسين متوسط أعمارهم تقريباً 25 سنة دي كندا سواح؟ أه والدراسة دي كانوا عايزين يعرفوا منها طبيعة العلاقة العاطفية بين الطرفين بعد المشجرة بعد ما يتخنقوا شكل ومعدلات العاطفة بيحصل لها إيه بعد الحنان بس وقال له إيه؟ لأن 38% من العلاقات دي نجحت واستمرت بسبب أن فيه طرف من الطرفين قرر أنه يكبر دماغه أو يفوت أو يعدي تفاصيل للشخص التاني اللي قدامه فالدراسة دي عايزة تقول لك إيه؟ أنه صحة العلاقة واستمراريتها بترجع لأنه فيه تنازلات من الطرفين بتحصل من الطرفين أو بتحصل من الطرف من طرف للآخر ولذلك تستمر العلاقات أكيد طبعا ما هي مفهومة لو كل واحد فعلا نشف دماغه عند أي مشكلة طبعا صح مفيش حياة تكمل أددا واتشت ما تخليش حاجة تفوتك